قصة الرجل الحكيم وابتسم عدد قليل منهم ثم ما لبث أن قصت طرفة مرة ثالثة فلم يضحك أحد عندها ابتسم الحكيم وقال لا يمكنكم أن تضحكوا على النكتة نفسها أكثر من مرة فلماذا تستمرون بالتذمر والبكاء على نفس المشاكل في كل مرة العبرة المستفادة من هذه القصة القلق لن يحل مشاكلك وإنما هو مضيعة للوقت وهد للطاقة ترجمة نانسي قنقر